لما واحد أنا نشوف لما أم تجي عندي تقولي لا يرحم الكرش اللي جابتك بكل ما تحمل الكلمة من معنى أنا نقول شكرا موشو واضح معكم فرح ياسمين أهلا أهلا واحد من أكبر الأعمال الجنونية هي أني في سن 28 وأنا بنت صوت الأشياء اللي حيبتها تليفزيون إداعة صحفة مكتوبة الجمهوري عرفني أكثر إعلامية متابعة في بلادي من جيلي قررت أني نرجع نبدأ من صفر نروح لدبي نروح البلد الثاني ما نعرف حتى واحد ما عندي حتى واحد كانوا عندي شوية دراهم تحت ونط بالحلال أهمش ورجحت بنيت اللي بنا بصفاء أول مرة وبقدراته يرجع يبني أكثر شي يسبب لي الضغط كان يسبب لي بزاف الضغط هو لي وش رح نقوله ماذا سيقال عني الضغط الوحيد اليوم هو لي هو لازم تسلمي العمل في وقت معين ماذا حبيت وعليش حلمت بالإعلام وعليش ربي سبحانه ووفقني في نفس الوقت أني حققت كل حاجة كنت نحلم بياه وعليش ما زال مسيرة تتكلم وشنو الرسالة من القصة إلا وفي رسالة هل باش نقود يمكن بناتي تابعوني؟ هل باش نقود شبابي شوفوا رحهم فييا؟ هل باش نغير حاجة؟ هل باش نعطي صورة جميلة؟ السؤال ما في الحقوق ساب Let's bet again dis someplace شعبا C'è fà fà' حساسبي سوف ي Travis دومان ميدان ما في زا ف القل والقلب ففي وجهك فيها تبتسم وتحميه ووراء تحفر القبور فإنا لو كنت ش pretendت شبابة ليوم واحد لا ترا معين من هذا مدفع يمكنك أن تراك ابون في EDM المرقة الجزائرية العاصمية هناك مرقة بيضة في الجزائر لدينا المرقة الحمراء و المرقة السفراء و المرقة باختلاف المناطق لكن في الجزائر العاصمة المرقة البيضة أو البيضة كل شيء فيها تقلية يقل فيها الحمق و جاج و قرفة و فلفل كحل أعشق هذه رائحة جدتي و لماذا تنسى القرفة في العاصمة أحب الكباب لكن الكباب أسهل يجب أن نفعل الكباب فارح يسمى النية في الحومة كي كنا صغر كانوا يقولون لنا الحيلة يقولون لنا الحيلة لنا الحيلة و كانوا يقولون لنا الحومة لكن كما يقولون لنا الحومة في دبي يقولون لنا الكاسرة و يقولون لنا لأنك تحب الخدمة و كتبتك جميل الفخر الفخر لما تحسي الوالد يقول أنا بنتي إعلامية و كذا بفخر أنه متمكنة من عملها و من شي جميل جدا و كتبتك لم تحسين لين عندي فوبيتين فوبيت الكافاة الله 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 نحرف كأن نجيبوا كافاة نحرف لكن نظن أنه مثل العديد من الناس أنا عندي فوبيا نفقد واحد من عائلتي بالقدر اللي إعطاننا للربي سبحانه أكيد لأكيد شي وجعني فأول ما نفكر أني نفقد أمي و الأبي هل نبكي ساعة ساعتين لو نقدر نبدل شي كان أني نركز على طاقتي أكتر من شي أكتر من أني نركز على نردي فلان وفلانة ونعليش ونجبر بخاطر فلان وفلانة فهذا أحيانا ينحيلك من طاقتك أجمل ذكرة في طفولتي وعندي ذكريات جميلة الله يطول في عمر الوالدين وبابا عندي ذكريات جميلة جدا ما نقدرش نقول لك الذكرياته حتى ذكريات البحر طحر الأبيض المتوسط ريحة البحر ريحة اليود ريحة البحر الأبيض المتوسط هي ريحة عائلتي مجموعة ريحة الانسوسيونس لما تكون صغير ريحة الأحلام كنت نحلم ريحة عائلتي ريحة بابا لما الواحد يخرج من الكمفورت زون من طاقة الأمان يخاف لكن وراء هذا الخوف دائما تكون أشياء جميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر